أعيز أتكلم بقى مع حضراتكم في حاجات مهمة جدا وكلام مهمة جدا بكرة إن شاء الله عندنا مباراة هامة جدا أمام البنك الأهلي أعتقد اختبار قوي جدا في مشوار النادي الأهلي لإعتلاء قمة الدوري الأهلي حيعود من جديد بعد مهمة إفريقية ناجحة تأهل النادي الأهلي إلى نهاية دوري الأبطال إن شاء الله لحيكون يوم 30 مايو في مركب محمد الخامس قبل ما أتكلم عن مباراة الدوري الحقيقة عايز أقول لحضراتكم أنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم أعلن تحييزه اليوم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميا تحييزه مش هقول مع حد ولكن هقول ضد النادي الأهلي وده الاتحاد الأفريقي أعلنه بشكل رسمي ليه؟ والبيان مع حضراتكم على الهوى هو لأن الاتحاد الأفريقي أعلن النهاردة الموقف النهائي للمباراة النهائية لدوري الأبطال أنها هتلعب على ملعب محمد الخامس للسنة الثالثة على التوالي سنة الأولى لألفين وعشرين الأهلي والزمالك لو الأهلي أو الزمالك كان فيه المباراة النهائية في هذه المباراة ولعب ضد أي فريق تاني كانت المباراة تلعب على ملعب محمد الخامس سنة اللي فاتت تلعبت على ملعب محمد الخامس عشان الأهلي وكايزر تشيفز لو تتذكروا هذه المباراة النهائية السنة دي أيضا الاتحاد الأفريقي بيتحيز ضد النادي الأهلي وستلت سنين الأخيرة كان النادي الأهلي طرف في المباراة النهائية فرسميا بدل ما أقول مثلا رسميا الاتحاد الأفريقي بيعلن أنه هو موعد المباراة كذا وأنه هو حيفكر في ما قاله النادي الأهلي وفي بيانات النادي الأهلي لا رسميا النادي الاتحاد الأفريقي بيعلن تحيزه ضد النادي الأهلي شكرا